أن هؤلاء الأطباء والراث النبوة من زمن الصحابة إلى يوم هذا فالعلماء ورثت الأنبياء يقول أن الله خصهم بأربع خصال نور الله قلوبهم بأنوار معرفته تعلموا الكتابة والحكمة اعتكفوا على فهم كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة بهذا العلم القلوب الصافية النقية المخلصة متوجهة إلى الله تبارك وتعالى أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه الخصال نور الله قلوبهم بأنوار معرفته الأمر الثاني خصهم الله بأثار حكمته أي أن الله رزقهم الحكمة والحكمة أمر غير أمر العلم هي مبنية على شيء من العلم لكن الحكمة هي كيف يلحظ الحكم وكيف يفسر ما يره من حوله من أثار أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى ثم يقول وأطلعهم الله الأمر الثالث على أسرار الشريعة مقاصد هذا الدين وحكم هذا الدين وأسرار هذا الدين تبينت لهم بعمق نظرهم في كتاب الله والسنة رسوله وكيف كان عاش سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم والأمر الرابع قال وأوقفهم الله على معاني الكتاب والسنة أي أصبحوا من الفقهاء هذه هي الخصال الأربع لهؤلاء العلماء ترجمة نانسي قنقر